السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت منا تكونوا في أحسن الأحوال يا رب اليوم سنحضر معكم خبز الحليب من أفضل أنواع الخبز يأتي قطني خفيف ناجح 100% إذا أعجبكم فيديو اليوم لا تنسوش تخليوا لايك وتبرتجوا مع أصدقائكم لتعموا الفائدة نشوفوا المكونات وطريقة التحضير خديت إناء نضيف ليه كوبين من الحليب السائل معيار الكوب 150 ملي نضيف ربع كوب من الزيت النباتي ممكن تعوضوه بزيت الزيتون بيضة واحدة من بعد نخلط المكونات جيدا أنا ساعة نسبت طراب اليدوي نضيف ملعقتين كبيرتين من السكر رشة ملح ملعقة كبيرة خميرة فورية أو خميرة الخبز نخلط المكونات جيدا حسنت ندامج المكونات مع بعضها من بعد نضيف الطحين بشكل تدريجي نضيفت الكوب الأول الكوب كيوزن 150 جرام الكوب الثاني ونجمع العجين بليد ديالي يلا خصني الطحين نضيف مرة أخرى نضيفت الكوب الثالث ونستمر في جمع العجين نضيفت الكوب الرابع أنا فقط نجمع العجين ما غاديش ندلكه وضفت نصف كوب يعني هاد العجين هادا هزلي أربع أكواب ونصف من الطحين نجمع العجين حسن حصل إلى العجين يكون كيلتسق في اليد على هاد الشكل هادا كيف كتشوفوه يكون عجين خفيف كيلتسق في اليد أنا مدلكتوش فقط جمعتو من بعد نغطي الإناء بكيس غذائي نغطيه بمنديل المطبخ ونوضعه جانبا حسنت ضعف حجم العجين ومن بعد نعود نرجع معكم من بعد نضعف حجم العجين كيف كتشوفوه أنا مخليزوش مدة طويلة لأن الجو عندي شوي صخون نحاول أنني نفضي هاد العجين من الهواء اللي فيه من بعد نقطع العجين إلى قطع صغيرة عجينة ناجحة مئة في المئة الخبيزاز يجونا مقطنين يجونا خفاف من بعد نشكل العجين إلى قوائرات تكون صغيرة بحيث القوائرات تكون متساوية في الحجم أنا هاد الكمية دي العجين أعطيتني ثمانية خبيزاز كيف كتشوفوك نشكل العجين باليد تيالي طريقة بسيطة نستمر بنفس الطريقة حسن نشكل العجين اللي عندي كامل ونعود نرجع معكم من بعد نشكل العجين وضعته في الصينية اللي غدخل الفرن في الرش اللي هو ورق الزبدة ونبسطه باليد ديالي على هاد الشكل هذا نستمر بنفس الطريقة حسن نبسط العجين كامل أنا هاد الصينية هزت لي فقط 6 بقولي جوج عملتهم في الصينية أخرى من بعد ما بسطت العجين كيف كتشوفو في هاد المرحلة هادية غد نخليه العجين حتى يتضاعف حجم دياله مرة أخرى إلا كان عندكم جو بارد أنا عندي الجو سخون أنا العجين خمرت لي في الدية وأنا كان بسطها يعني محتاجيتش أنني نعود نخليها يتضاعف حجم ديالها كيف قلت لكم درجة الحرارة عندي مرتفعة 30 درجة إلا كان الجو عندكم بارد كتخليه حتى يتضاعف حجم دياله ومن بعد كتدهنوا الوجه ديال العجين بأصفر بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من الحليب من بعد ما دهنت العجين كامل دهنت لي الوجه دياله غادي نعمل واحد الخطوط على هات الشكل هذا كيف كتشوفه في الوسط خطوط طولية وخطوط عرضية فقط للتزيين هاد المرحلة ممكن تستغنوا عليها لكن كيبقى الشكل جميل من كيطبو الخبيزاز كيجي الشكل ديالهم جميل نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل كمية ديال العجين كامل نوضع لي هاد الخطوط ونعود نرجع معكم من بعد نعمل لها رشة ديال السمسم او جنجلان في الوجه رشة خفيفة ونعمل لها رشة كذلك ديال الحب السوداء ممكن تكسافيه فقط بالسمسم انا عملت سمجوج السمسم والحب السوداء في هاد الاثناء انا سخنت الفران على درجة حرارة ميتين درجة غير ندخل صينية الفرن رجعه الميو سبعين درجة ندخل صينية الفرن ونعود نرجع معكم من بعد ما يطابوا الخبيزات هذا هو الشكل ديال الخبز ديال اليوم من بعد ما طلعتهم الفرن كيف كتشوفوه كي ياخد هادات اللون تهبي انا طيبته في فرن غاز شعلت عليهم من التحت حتى طابوا الخبيزات ومن بعد شعلت عليهم الفق اخدوا اللون تهبي خبز ناجح مئة في المئة كي يجي قطني اسفنجي خفيف خبزات اللي كي يصلحوا الفطر انا مأكدة اللي جربتوا هاد الوصفة ديال اليوم ستعتمدوها لانه فعلا يستحق تجربة خبز لحليب بدون عجن بدون دلك بدون مجهود سريع التحضير والمضاقية سلام متشبعوش منو نقطع لكم خبزة من الوسط كي تشوفو الشكل ديالها كيف عامل من الداخل كيف كتشوفو كي يجي خبز اسفنجي قطني خفيف النتيجة هيا بينا لكم كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجاب ديالكم اللي اعجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من التعليق ديالكم الجميلة من اللايكات ديالكم وتبرتجيو مع اصدقائكم لتعم الفائدة الناس اللي مازال ممشتركنش في القناة اشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس باش يوصلهم جديد الوصفات وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله اللقاء اللقاء رب